يا هلا فيكم يلا تحييهم الثبيبة أم الثبان يحثون ببنت تجار مدللة نبي نسميها سارة كانت مزيونة ما نزينها وصيف وكانت ذهينة واللي تبيه تأخذه وكان عندها لها حصان أسود متجنس صاكين عليه بغريفة بعيدة ما فيها دريش أبد وبابها فتحة صغيرة وبحد الأيام كانت سارة تلعب هي ورفيقاتها وعبداتهم عند الغريفة يوم شافها الحصان وما غير ينهبل ويشيش وصار يرافس ويكفخ بها الباب بيطلع من هالغرفة اعجزوا فيها هالها بيهدونه بس ما في فائدة آخرتها قالوا البنتهم سارة خلاص اجمعي سلعة تتس وثياب تس وخذي عبد تتس وهجي من الديرة وحنا عقب ثاتة أيام بنطلق هالحصان قالت سارة طيب واجمعت غريضاتها وخذت عبدتها وطلعوا من الديرة وصارا يمشن ويلتفتن وراهن لا يصل هالحصان يوم جاء عقب أربعة أيام قالت العبده يا عمتي سارة أنا أشوف شيء قالت لها سارة وش تشوفين قالت العبده أشوف شيء كبر أذرة المهم كمنا مشيهن وعقب ساعة قالت العبده يا عمتي سارة أنا أشوف شيء قالت سارة لعبدتها وش تشوفين قالت العبده أشوف شيء كبر الفارة واسرعا ممشيهن بعد ساعة قالت العبده يا عم سارة أنا أشوف شيء قالت سارة وش تشوفين قالت العبده أشوف شيء كبر الدجاجة واسرعا ممشيهن عقب ساعة قالت العبده يا عم أنا أشوف شيء قالت وش تشوفين قالت العبده أشوف كبر الخروط واسرعاً ممشيهن عقب ساعة قالت العبده يا عم أنا أشوف شيء والله يا هي دبلة ثبت قالت لها سارة وش تشوفين العبده قالت لها العبده هذا الحصان الأسود وصلنا اركضاً لقرب شجره ورقاً فوقها وكانوا الأولين يقصون راس الشجر لين يصير مستوي علشان يقعدون فوقها يوم ناظراً تحتهن ولاه قاعد تحتشجرها الحصان الأسود هذا يحتريهن قالت له سارة افتح ثمك وطيح به يوم فتح ثمه وتجدع فيه مطرحتها ويبلعها ولا تحرك عن مكانه قالت له سارة افتح ثمك وطيح به يوم فتح ثمه اجدعت فيه بطانياتها ويبلعها ويتحرك عن مكانه قالت له سارة افتح ثمك وطيح به يوم فتح ثمه اجدعت فيه دومها وخلاقينها ويبلعهم ولا يتحرك من مكانه قالت لسارة افتح ثمك واطيح به يوم فتح ثمه ولا ما معها سارة إلا ذهبها وسلعها ومقص شعرها اجدعتها المقص ويقص حلقه ويموتها الحصار يوم تأكدوا أنه مات انزلن عن الشجرة اللي أنت يا سارة وعبدتها وشقن بطنه وخذنا اللي ينفع من ذهبها وسلعها وكملن طريقهن لنقبلا على ديرة أهلها مسعورين آكلي لحوم البشر اللي يأكلون لحم البشر قالت سارة عبدتها طقي على حدها الدور تيبينا ضون نتدفى بها نطبخ عشانا طقت العبد على ناس ولا هم يطبخون عشاهم قالت لهم العبد عطوني ضون أتدفى عليها أنا وعمتي عطوها حطبت من اللي تحت قدرهم يوم اطلعت وابعدت شوي عن بيتهم طفت الظو ورجعت لهم كودهم يعطونها من عشاهم شوي طقت عليهم العبده مرة ثانية قالت ضوي طفت عطوني غيرها عطوها حطبت ثانية وطلعت العبده من عندهم يوم ابعدت العبده عنهم طفتها مرة ثانية ورجعت لهم قالت ضوي طفت عطوني غيرها عطوها حطبت ثانية بس قالوا لها إن جيتي مرة ثانية بنحطك بهالقدر مع عشانا اطلعت من عندهم ونعبرت بكلامهم يوم ابعدت شوي عنهم طفت الظو ورجعت لهم قالت لهم إن ضوي طفت عطوني غيرها قاموا عليها وذبحوها واصلخوها وتسفتوا لحمتها بقدرهم وعلقوا جلدها على الباب يوم تباطت هسارة راحت تجيب ضو وعرست قصدي انوكلت راحت تدورها وتدخل على ذيك الدار وتلقى جلد عبدتها معلق على الباب أخذت الجلد سارة ولقطت عميرها وهجت يوم صادها كالغدير وتنزل وتتسبح وتلبس جلد عبيدتها شوفه كبر الخرط وتطق على ذلك الناس تدور الشغل قالت لها المهم مش تسمت قالت دبيبة أم الدبان قالت وش تعرفين تسوين قالت عرف لعب البزران وحطوها عند بزرانهم وتلاعبهم وتراعيهم ولا عندهم ولد مزيون وجايز للسارة يوم جاهك اليوم اللي بيعرس فيه ولدهم نومت سارة البزران من العصر وراحت وفسخت جلد العبده وتسبحت وتلبست وتزينت وراحت للعرس يوم شافت ولدهم وتحط بيد الطقاقة قطعة ذهب قالت ترى اسمي متسمية يعني مخفية كانت الطقاقة وامدح متسمية وزيدها وامدحها بمصلى العيد هذه غنية ترى زي وكلها لفلان خلياله وتطب سارة وترقص قباله رقصت ورقصت 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 والطقاقة تغني وقربت لمه ومعطت فتخته يعني خاتمه وهو معط قلادتها وطلعت سارة بسرعة البست سارة جلد عبدتها ورجعت ونامت مع البزران يوم شاف الرجل هالمزيونة ويعاف حرمته ولا حتى اخذها من بيتها لها يوم جاء عقب باتر قال لامة قال جيلي انا بسافر بينحاج عن حرمته ادخلت عليها دبيبة وهي قاعدة تكلج قالت لها دبيبة بكلج معت قالت لها لام لا اولادي ما ياك الا من شغل يدي ولو يدري انت مكلجة معي والله ما ياكله قالت لها دبيبة يا عمتي والله ما يدري وش بيدريه قولي انك انت اللي مكلجة قالت لها لام لا يبنيتي ما يطيع قالت لها دبيبة يا عمتي والله ما يدري قالت لها لام خلاص كلجي لك ارغيف وخذيه كوليه انت والبزراء قامت دبيبة وكلجت لها كلجة ودسة الفتخة يعني خاتم بوسطها الكلجة وحطتها بين الكلجة دسة الفتخة بوسطها وحطتها بين الكليجة واخذت غيرها وقامت اخذ الويد الكليجة وراح بطريقة بيهج عن حرمته وهو يمشي يقطع منه ويأكل والقاسي يعطيه فرسه يوم عطاه هذه القطعة وتبتلها الفرس تعالك فيها استغرب الرجل وفتح ثمها ولاها تعالك الخاتم ويرجع لهله قال لأمه يومه من اللي يمكل جمعك قال والله ما كان لجمعي احد قال الولد لا في احد يمكل جمعك بس منه قالت والله ما كلج لنا الا عن الحلف ذبيبة ام الدبان كلجت لها حبة وكلتها هي والبزنان قال لها الوتراي عريس عليها الليلة قالت امه يا خزياء يا خزياء انت انها بلد ما نجيت تاخذ الا العبدة قال خلاص هذا العلم جاك الليلة عرسي عليها اخذ الولد ذبيبة ام الدبان او بلا صح ساره بدون عرس ولا طقطقه ونومتهم امه تحت النخل على قطعة حصير يوم انهم جو تطلع ساره مترحتها وتفرشها وينامون عليها يوم اصبح الصبح كزة لهم فطور لهم مع من اللي يشتغلون عندها جبن وزيتون ولا ساره مت زينة زود على زينها ولابسة انتو بحرير اصفر واحمر ما دلوش يسمونه اسألوا امهاتكم عنه يوم شابتها العبدة اللي تشتغل عندهم ويتنهبل وتجي تركض العمتها قالت اصفر واحمر يا عمه اصفر واحمر يا عمه هذه والله والليلة ان شاء الله العرش والطيران وخلصت سالفتنا وسواليفنا ما تخلص تابعوني ولكم مني ان شاء الله سالفة ثانية وثالثة ورابعة لينتم اللون ودمتم بحفظ الله ومع السلامة وتصبحنا على خير